طب الأجهزة بقى دكتور هي برضو بالوقت اللي بتعمل طبعا مع مهارة يد الجراح لكن الأجهزة بقى دلوقتي أحدث بحيث إنها يعني ممكن تسهل على المريد يعني الدكتور طبعا الحجاب النسبة له صعب على المريد وعلى الدكتور طبعا يعني لما أنا أحاول الدهون دي عن طريق استعمال الليزر أو عن طريق استعمال الموجات فوق الصوتية اللي هي الفيزر من الصورة الصلبة للصورة السائلة ده بيسهل كتير قوي قوي عملية النحت أو عملية الشفط بعد كده نفس الموضوع إحنا زمان علشان كنا نعمل شفط دهون بس تعمل حاجة اسمها كانيولا متوصلة بخرطوم وبقى أنا مسك الكانيولا دي وبعد أحركها تحت الجلب حركة كتير جداً وتاخد وقت كتير ومتعبة جداً دلوقتي فيه أجهزة اسمها الباور أسستد الباور أسستد فكرته إن أنا بمسك الجهاز والجهاز نفسه هو اللي بيفيبريد بحيث إن هو بيعمل لي النحت ده بيسهل لي كأفورت بيسهل للمريض الريكوفري بعد كده أو إن هو التعافي بعد العملية وفي نفس الوقت بيخلي عشان الحركة بتاعته فاين جداً بيخلي نقدر أنحط الأماكن اللي أنا عايزة أعمالها يعني كان زمان من الصعب إننا نعمل نحت المنطقة الرقبة أو الدبل تشين اللي فيها دهون كتير دلوقتي في عشر دقايق أو ربع ساعة أقدر أنحط اللي هي حاجة اسمها مثلاً زي النفرتي تينيك إن أنا أنحط المنطقة بتاعت الجولعين والمنطقة بتاعت الرقبة بحيث أنها تبقى فلات تماماً بمخدر موضعي في عشر دقايق فطبيعي اللي عنده لوقت أو بتاع دي قدر يتخلص منه